السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله ايوالا حب الكرام نجدد الترخب بكم الى هذا العرض الخاص بتأطير حجاج بيت الله الحرم نحن الان نجتمع في قاعة كبيرة تضم العشرات من حجاج بيت الله الحرم وبين ايدينا مجسم للكعبة المشرفة مجسم صغير على شكل الكعبة المشرفة وحولها مقام ابراهيم وهناك الحجر الاسود وسوف نبدأ بحمل الله تعالى بعملية التأطير للحج لكن قبل ذلك نريد ان ننبه احبابنا الكرام السادة الحجاج ان رحلتنا التي ستكون ان شاء الله تعالى في اليوم الغد ستكون موجهة مباشرة الى المدينة المنورة والمدينة المنورة ليس فيها الحج ولا مشاعر الحج وانما هي زيارة مباركة مكرمة الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فغدا صباحا سوف نقل عبر الطائرات حاملين حقائبنا لابسين لبسنا العادي متوجهين الى مطار محمد الخامس ومن تم الى نصل باذن الله الواحد الاحد الى مطار جدة بل الى مطار المدينة المنورة لان هذه الفئات من الحجاج الاوائل يذهبون اول مرة مباشرة الى المدينة المنورة وفيما بعد الحجاج سوف يتجهون الى مكة المكرمة نحن باذن الله ضمن الحجاج الاوائل رحلتنا الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينما نصل هناك سوف نفاجأ باجواء ربانية اجواء نورانية اجواء كلها مفعمة بالخير في المدينة المنورة لما نصل باذن الله الواحد الاحد سوف نطمئن على امتعتنا وندخل الى غرفنا نأخذ قسطا من الراحة ونلبس اجوذ الثياب ونتعطر ونتزين ثم نخرج الى المسجد النبوي الشريف ونبدأ بتقديم التحية والسلام لصاحب المدينة هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف ندخل ان شاء الله من باب السلام ثم نصل الى القبر النبوي الشريف وهناك نقف مباشرة وجها لوجه مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نقول له السلام عليك يا سيدي يا رسول الله الف صلاة والف سلام عليك يا سيدي يا حبيب الله نشهد انك قد بلغت الرسالة وأديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى اثاك اليقين ثم نرفع ايادنا الى السماء وندعو الله بالرحمة والمغفرة وان يكون شفيعا لنا يوم القيامة وان نكون بجواره في جنات الفردوس نحن واباءنا وامهاتنا وكل احبابنا واهلنا اللهم امين يا رب ثم نخطو خطوة الى الامام فنجد قبر سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه ونسلم عليه السلام عليك يا صاحب رسول الله في الغار السلام عليك يا خليفة رسول الله السلام عليك يا امير المؤمنين اللهم جازه عنا وعن الاسلام خير الجزاء ونرفع ايادنا السماء وندعو الله تعالى ثم نخطو خطوات الى الامام فنجد قبر سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ونسلم عليه كذلك ونقول السلام عليك يا امير المؤمنين السلام عليك يا خليفة خليفة رسول الله اللهم يا ربي يا كريم جاز عنا سيدنا عمر خير الجزاء لما قام به من اعمال في الفثوحات الاسلامية وكان حبيب الفقراء والمساكين وكان يكسب المعدوم وينصر الضعيف واعز الله به الاسلام والمسلمين اللهم جزي عنا خير الجزاء وهكذا ننصرف من باب السلام واذا اردنا ان نمكث هناك قليلا في الرودة الشريفة نصلي فيها ركعتين لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بين قبري وبين منبري رودة من رياض الجنة نصلي ركعتين خفيفتين وكأننا في الجنة ونعرف مقام الرودة الشريفة باللون الاخضر فكل فراش المسجد النبوي الشريف كله احمر الا الرودة الشريفة ثم بعد ذلك نخرج من الباب ونذهب الى المسجد لحضور الصلاوات الخمس في وقتها لان الصلاة في المسجد النبوي تعدل الف صلاة وفي المسجد الحرام تعدل مائة الف صلاة وفي المسجد الاقصى تعدل خمسمائة صلاة وفي بقية مساجد البلاد العامة فصلاة الفرد ومع الجماعة 27 درجة اسأل الله تعالى ان يرزقنا وإياكم الصلاة في وقتها دوما مع الجماعة ثم بعد ذلك ايها الاحبة الكرام سوف نقوم بزيارة منتظمة الى اهم المآثر التاريخية المتواجدة بالمدينة المنورة سنبدأها بمسجد قباء ومسجد قباء هو اول مسجد بني في الاسلام حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم قادما من مكة المكرمة وحينما اشرف على حدود المدينة ربنا سبحانه وتعالى امره ببناء ذلك المسجد حيث بركت الناقة وقال انها مأمورة وتعاون على بنائه الانصار والمهاجرون اول مسجد في الاسلام فضله ان صلاة ركعتين فيه تعديل عمره ان شاء الله سوف نزره ضحا ونصلي ركعتين بمثابة عمره ومن ارد ان يزيد اربعا وستا وثمانية واكتر من ذلك كله خير وفضل خصوصا اذا طلب منك احدهم ان تؤدي عليه عمره وتعذر عليك على الاقل على الاقل ان تصلي له ركعتين في ذلك المقام الشريف وتنوي ثوابهما اليه وربنا يجازي خير الجزاء ثم بعد ذلك سوف نزور مسجد ذي القبلتين وهو مسجد مبارك عظيم هذا المسجد هو الذي كانت فيه الصلاة في اول الامر في اتجاه بيت المقدس في فلسطين وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان تكون القبلة في اتجاه الكعبة المشرفة قبلة ابراهيم الخليل عليه السلام لكن انا ذاك المشركون كانوا قد احاطوها وعمروها بالاصنام والاوثان ولكن فيما بعد اذن ربنا سبحانه وتعالى بتغيير القبلة فنزل قول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فاولوا وينما كنتم فاولوا وجوهكم شطرة فمن تم استدار المسلمون من جهة بيت المقدس الى الكعبة المشرفة وسمي ذلك المسجد المسجد للقبلتين كان في الظهر صلوا ركعتين نحو بيت المقدس وركعتين التاليتين نحو بيت الله الحرام وفرح المسلمون انذاك فرحا شديدا حينما صارت القبلة هي الكعبة المشرفة وهي بقيت الى يومنا هذا وستبقى الى قيام الساعة هذين مسجدين عظيمين لا بد ان نقوم بزيارتهما ثم بعد ذلك ايها الاحبة والكرام سوف نقوم بزيارة المقبرة شهداء احد وهي بجانب جبل احد العظيم هذه المقبرة التي دفن فيها ازيد من سبعين صحابي جليل في مقدمتهم اسد الله حمز بن عبد المطلب هؤلاء ضحوا بانفسهم وبدمائهم وارواحهم من اجل اعلاء كلمة الله نزور هذه المقبرة ونقول سلام عليكم اهل قوم المؤمنين انتم السابقون ونحن ان شاء الله بكم لاحقون نسأل الله تعالى ان يجمعنا واياكم في واسع رحمته ولباس ان نطلع على جبل احد ونطلع كذلك على المآتر التي حوله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول جبل احد يحبنا ونحبه وكذلك ايها الاحباب الكرام ننظر في المكان المعركة التي دارت بين المشركين والمسلمين ومني فيها المسلمون بهزيمة وكانت فيها دروس وعبار مستخلصة ونطلع على جبل الرمات الذي كان يصعد فوقه المسلمون ثم تركوه ومن ثم جاءتهم الهزيمة وندعو الله تعالى بان يرحم شهداء احد ونتأمل في هذا الملكوت بعد ذلك نقوم بزيارة الى مقبرة البقيع وهي بجوار المسجد النبوي الشريف مقبرة عظيمة تضم رفاة جيل الصحابة من الانصار والمهاجرين اكتر من عشرة الاف صحابي وايضا فيهن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن الا خديجة بنت خويلد ام المؤمنين التي دفنت بمكة المكرمة لانها ماتت قبل الهجرة وايضا هناك الامام مالك ابن انس مدفون هناك وخيرة العلماء الاجل نزور هذه المقبرة ونقول سلام عليكم اهل قوم مؤمنين انتم السابقون ونحن ان شاء الله بكم لاحقون كذلك ايها الاحبة الكرام اه بعد هذه الزيارات هناك اماكن اخرى من المآثر التاريخية يزورها الناس ويتكلفون وليس فيها فضل ولا اجر ولا تواب منها المساجد السبعة ومنها مآثر اخرى يزورها مسلمون على المذهب الشيعي لا داعي لكي نتعب انفسنا لان هذه الزيارات ليس فيها فضل ولا اجر في منحيث التواب وغير تابت في السنة النبوية الشريفة ونحرص دوما خلال اقامتنا بالمدينة المنورة ان نصلي الصلاوات الخمس في المسجد وان نحضر مجالس الذكر ودروس العلمية التي تعقد هنا وهناك في الكراسي عند مشايخ اجلاء في فقه الحديد وفقه التفسير وفي التوحيد والعقيدة وفي السيرة النبوية وفي احكام الحج وغيرها من المواضيع وكذلك نقتنس الفرصة لزيارة بعض المزارع لاقتناء التمور هناك مزارع كثيرة وجميلة ورائعة تزدان بها المدينة المنورة فيها اشكال وانواع غريبة ورائعة من التمور نقتن منها هدايا للاحباب والمقربين في المغرب ونبقى هناك نكثر من الصلاة والتسليم على مقام رسول الله في المدينة المنورة لان هذه المدينة هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ان نكثر فيها الدعاء ونكثر فيها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا بقول الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثم نبقى في هذه البقعة الطاهرة الى ان يخبرنا المؤطرون الاذريون اننا سوف نرحل الى مكة المكرمة انا ذاك الاحب الكرام نقوم بالاستعداد للعمرة نحن سوف ندخل بالتمتع لان الحج اما يكون بالتمتع واما بالافراد واما بالقران اسهلها وايسرها هو التمتع سوف نحرم من اقر من مقر اقامتنا بالمدينة المنورة ندخل الى غرفتنا وهناك نقلم الاضافر ونحلق العانى ونحلق الابطين ونتنظف ونغتسل بالماء والصابون ونتوضأ وضوءا جيدا هذا الوضوء وهذا الاستحمام رائع لانه خاص بالاحرام ثم بعد ذلك نلبس الاحرام بعد ان نزيل كل مخيط ومحيط حولنا فقط نكتفي بازار ورداء ونحزم الارداء بالازار نحزمه بصمتة قوية تباع هناك خاصة بالاحرام ليس فيها خيط وبعد ذلك سوف نبدأ في الاحرام وان نصلي ركعتين الاحرام الركعة الاولى بالفاتحة وقل يا ايها الكافرون والركعة التانية بالفاتحة وقل هو الله احد وبعد ذلك نقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج ونخرج في الحافلة الى ابيار علي في حدود المدينة المنورة مع جموع المسلمين والمسلمات ذلك هو مقام الاحرام نحرم من هناك قد نصلي الركعتين في غرفنا بالفندق وقد نصليها في ابيار علي ثم بعد ذلك نرفع واصواتنا بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ونمضي بامر الله تعالى ونحن نسير في الطريق من المدينة في اتجاه مكة المكرمة كل اعمالنا ذكر وابتهال وتهليل لله عز وجل اكتر من اربعة وخمسين كيلومتر او حوالي خمسمائة كيلومتر الى ان نصل الى مكة المكرمة ونحن محرمين رافعين اصواتنا بالتلبية حينما نصل الى مكة المكرمة ونطمئن على امتعتنا ونستقر في غرفنا ونسترح قليلا بعد ذلك نختار وقتا مناسبا لاداء العمرة ونخرج مع المجموعة ديالنا نشوف نظام وانتظام نختار وقت مكشف حر الشمس اما بعد منتصف الليل واما بعد الفجر حسب المتفق عليه ونسير الى ان نصل الى باب السلام وندخل الى الحرم الشريف وحينما نفاجأ بالكعبة المشرفة وما اعظمها من حاله انا ذاك نقول الدعاء المأتور اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيم وزد منزاره او اعتمره تشريفا وتكريما وبهابة وبر ونبدأ من الحجر الاسود هناك علامة خضراء هي العلامة الحجر الاسود من بعيد نشير اليه ونبدأ من هناك ونقول بسم الله اللهم ايمانا بك ووفاءا بعهدك واتباعا لسنة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونبدأ الطواف حول الكعب المشرفة مهللين ومكبرين ومسبحين سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد ربنا جئناك من بلاد بعيدة تركنا اهلنا واحبابنا واقاربنا وجئنا اليك منبين ممتهلين اللهم اغفر لنا ولعبادك المؤمنين حتى نصل الى الملتزم والى الركن اليمان ونقول الاية المأثورة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ونبقى على الدعاء الى ان نصل مرة اخرى الى الركن اليماني ونجدد التحية للركن اليماني بسم الله الله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونبقى هاكد سبعة اشواط حتى نتمها ثم لما نفرغ نصلي ركعتين عند مقام ابراهيم بهذه الطريقة نصلي ركعتين واتخذ من مقام ابراهيم مصلى ثم بعد ذلك نسترح قليلا ونشرب من ماء زمزم وماء زمزم لما شرب له ثم نتوجه نحو الصفا والمروة ونبدأ من الصفا مهللين مكبرين رافعين ايدينا الى السماء نقول الاية الكريمة ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر ونقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده نصر عبده واعز جنده وحزم الاحزاب وحده ثم ننطلق ايها الاحب الكرام في اتجاه المروة ونحن مهللين مكبرين ولما نصل الى العلم الاخضر الرجال يرملون يهرولون قائلين رب اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم ونسير هكذا حتى نصل الى المروة بعد ذلك ايها الاحب الكرام نقف عند جبل المروة ونرفع ايدنا الى السماء وندعو الله تعالى ونحن ننظر الى الكعب المشرفة ندعو بالخير لابنائنا واهلنا واحبابنا ثم نعود من الورم الى الصفا ونقول كما قلنا باول الامر عندنا اربع وقفات عند الصفا واربع وقفات عند المروة ونكرر نفس الامر كل اوقاتنا بالذكر والابتهال والتضرع والانكسار بين يدي الله وحينما ننتهي سوف نقوم بالحلق هذا الحلق هو حلق العمرة اما التقصير او الحلق هناك محلات للحلاقة نجدها قريبا من ذلك المقام والنساء حينما يدخلنا الى الفندق وتغلق عليها غرفتها تزيل عنها الذرة وتجمع الضفير اليمنى وتأخذ منها قيد أنم له وتجمع الضفير التانية في اليسرى وتأخذ منها قيد أنم له حينما نحلق نقول الدعاء المأتور الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونشكر الله تعالى على ما هدانا وبهذا نكون قد أتممنا العمرة ومن ثم نزيل عننا الإحرام ونلبس لباسنا العادي الجلباب أو الفقية ومن ثم نأخذ حياة عادية نحافظ على الصلاة في المسجد ولنا أن نتبضع في الأسواق هذا يسمى تمتع ننتظر حتى يأتي موسم الحج وقت الحج ونحرم من جديد بالحج ولكن جزاء ذلك علينا أن نقدم هديا للتمتع وهذا الهدي هو شراء كبش ودبحه طبعا لم يعد هذا الأمر ميسرا بسبب الإزدحام فهناك مبادرة قامت بها الدولة أن هناك إحدى الأبناء للتنمية يقوم بنيابة عن الحجاج باقتناء الهدي ودبحه ويوزع اللحم على فقراء المسلمين وهم يقولون وكنا وتوكلنا يكفي أن نشتري قسيمة بتمن الهدي إلا كان الرجل مع زوجته له هدي وزوجة هدي هذا غير الأضحى الذي تركناه في بلادنا لأبنائنا ثم نستمر على هذا الحال وننتظر حتى يأتي يوم التروية هناك سوف يبتدئ الحج الثامن من ذي الحجة هو يوم التروية هناك سوف نحرم من محل إقامتنا بمكة المكرمة وسوف نقوم بما قمنا به في العمرة لما كنا في المدينة نبدأ بتقليم الأضافر وحلق العانى وندف الإبطين ونغتسل ونتنظف ونتطيب ونتطهر ثم نلبس الإحرام رداء وإزار ونتجرد من المخيط والمحيط وننتظر لما تأتي الحافلات تقلنا إلى مخيمات منا يوم التروية هو يوم فيه الاستعداد للحج الأكبر فنصلي الصلوات في وقتها مع الجماعة بالتقصير الظهر مع العصر الظهر في وقته والعصر في وقته كل صلاة في وقتها ونملأ أوقاتنا بالتلبية نبدأ التلبية منذ الصباح الثامن من الحجة يوم التروية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ثم نملأ الوقت بالدروس العلمية معنا مؤطرون دينيون سوف نقيم دروس في العقيدة الإسلامية وعلم التوحيد وفي الفقه الإسلامي وفي السيرة النبوية وتفسير القرآن وفقه الحديث وفي التربية والسلوك وترقيق المواعد نملأ وقتنا حتى لا يكون هناك وقت خارغ وننتظر يوم التاسع للحجة بعد أن نصلي الفجر نندفع نحو عرفات نصل إلى عرفات وهناك سوف تقام الخطبة في مسجد نمرة نحن سوف نصلي الظهر والعصر بالتقصير جمع تقديم ونملأ وقتنا بالذكر وبالمذاكرة وبعد وجبة الطعام نستمع للخطبة إما من مسجد نمرة أو المؤطرون يقيمون خطبة في الخيام وأجل خطبة هي أن نردد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة التي تسمى خطبة حجة الوداع ننتظر حتى العصر ونقف وقفة العرفة فيها الدعاء والابتهال نستمر فيها إلى غروب الشمس وندعو الله دعاءا شديدا لأن الحج كله عرفة هذا هو أهم وقت في الحج ثم بعد ذلك نواصل هذه العبادات إلى غروب الشمس ونندفع نحو مزدلفة كما قال الله تعالى فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكره كما هداكم في المزدلفة هناك جبل كبير يسمى المشعر الحرام مبارك هذا المكان وهناك خلاء كبير على مد البصر نستريح نضع أمتعاتنا ورحالنا ونصلي المغرب والعشاء جمع تأخير ونجلس نذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا ونجمع الحجيرات الحجيرات الصغيرة التي سوف نرميها الجمرات هي بالعدد تقريبا حوالي سبعين حصات صغيرة بين الحمصة والفولة نجمعها لكي نرمي بها الجمرات النساء والعجزة ممكن أن يندافعوا بعد منتصف الليل لكن الذي يستطيع يبقى حتى الفجر فجر يوم العيد هو اليوم النحر نندفع جميعا نحو الجمرات ونصل إلى جمرة العقبة ونحييها بسبع حصايات بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر ثم نعود إلى خيامنا ويكون النحر للهدي هذا الأمر قامت به الوكالة ثم نقوم بعملية الحلقة أو التقصير الحلقة الأول التي قمنا به هذا الحلقة ذي الحج نحلق أو نقصر والنساء يأخذنا قيد أنم له وبذلك نزيل وعننا الإحرام نزيل الإحرام ولك أن تأخذ حمام بالصابون وبالشامبون وغيره وتستعمل العطر والناس يفرحون يلبسون الثيابهم الجديد ويتكلمون مع العائلة والأحباب يباركون لهم يوم العيد السعيد ويتبقى لنا الطواف والسعين لأن الطواف لقمنا به في الأول هو دي العمرة الآن يلزم طواف وسعي للحج إما أن نقوم به ذلك اليوم لمن تيسر له ولكن المجموعة نفضل حتى نعود جميعا إلى مكة بعد أيام التشريق ثم نؤدي طواف الإفاضة والسعي بين الصفة والمروى أيام التشريق أيام 11 12 13 من تعجل في يومين فلا إتمع عليه ومن تأخر فلا إتمع عليه كل يوم نحيي الجمارات بسبع من الجمارات هذه العقبة فالجمرة الكبرى نرمي فيها سبع حصيات والجمرة الوسطى سبع حصيات والجمرة الكبرى سبع حصيات هذا في اليوم 11 ثم نعيد الكرة نفسها في اليوم الثاني عشر ونملأ الوقت كله بالذكر والمذاكرة وحينما نعود إلى مكة المكرمة ونستريح أنا ذاك نعيد نقوم بطواف الإفاضة سبع أشواط حول الكعب المشرفة وسلط ركعتين عند مقام إبراهيم والسعي بين الصفة والمروى سبع مرات ونكون بذلك قد أتممنا الحج العظيم الحج المبارك أتممناه فضلا من الله وإكرمه نقوم بالطواف والسعي بثيابنا الإحرام سوف نتخلص منه يوم العاشر قبل الظهر نكون قد تخلصنا من الإحرام نلبس لباسا عادية وبعد ذلك يبقى عندنا وقت حر للتبضع لقضاء بعض الحوائج وننتظر حتى معاد الرحلة الرجوع إلى أرض الوطن هناك سوف يخبرنا المؤثرون الإداريون أن نستعد نجمع حقائبنا ويكون آخر عهدنا بالبيت أننا نقوم بطواف الوداع نطف حول البيت سبعة أشواط طواف الوداع طواف الوداع ليس فيه سعي وإنما بعد أن ننهي سبعة أشواط نصلي ركعتين عند مقام إبراهيم ونخرج من الحرم الشريف ونحن نودع الكعبة المشرفة ونردد قول الله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ونكون بدلك قد أتممنا هذا الحج نسأل الله أن يكون حجا مبرور وسعيا مشكور ودنبا مغفور وتجارة لن تبور كرام وبهذه المناسبة السعيدة يطيب لنا أن نذكر بمضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين جاللة الملك محمد السادس إلى الحجاج المغاربة الميمين برسم موسم الحج لهذه السنة فقد ذكر صاحب الجلالة أنه جريا على السنة الحميدة التي انتهجها بصفته أميرا للمؤمنين وحامي حما الملة والدين والساهر على صيانة المقدسات وتعظيم حرماتها في مخاطبة كافة الحاجات والحجاج في كل موسم من مواسم الحج أن يعرب للجميع عن تهانيه باستفاء أركان الإسلام بالحج إلى بيت الله الحرام وعن خالص الدعاء لهم بسلامة الذهاب والإياب وتحقيق الرجاء في تحصيل المغفرة وحسن الثواب صاحب الجلالة ذكر في هذه الرسالة أنه يحمد الله تعالى أنكشف عننا هذا الوباء الذي ضرب العالم كله فأخذنا نستعيد تدريجيا تقاليدنا الدينية والاجتماعية متمسكين بالاحترازات الوقائية وبالتدابير الصحي اللازمة وأضف صاحب الجلالة مذكرا بقول الله سبحانه وثعالى وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وبناء على هذه الآية الكريمة دعا دعا صاحب الجلالة الرعاية الأوفياء بالالتزام بأحكام هذه الفريضة وذلك بالقيام بالأركان والواجبات والسنن والمندوبات والتقاء المحضورات وأكد جلالته حفظه الله تعالى أن المطلوب من الحجاج التزود بالتقوى أي إخلاص النية في أداء المناسك واستحضار المثول بين يدي الله في خجية وخشوع وثوبة نصوح وتجرد من كل مظاهر الأنانية والرياء والتحلي بمكارم الأخلاق في موسم عظيم يجتمع فيه المسلمون من كل الأقطار للتعبير عن أمرين عظيمين هما جوهر الإسلام أولهما توحيد الله رب العالمين بما يدل عليه هذا التوحيد من عقيدة وقول وعمل وهو ما يظهر في الإحرام والتهليل والتكبير والاستغفار في كل مناسك الحج والثاني هو الاعتصام بحبل الله المثين مهما اختلفت شعوب المسلمين وألسلتهم ومشاربهم مجسدين معنا الوحدة والمساواة ونبدي التطرف والخلاف والمباهات ثم ثم أضف صاحب الجلالة أنه ما الدخول في الإحرام بخلع الملابس المظاهر الدنيوية والتجرد منها والاستغراق في التهليل والتكبير سوى دليل على ما ينبغي أن يتحل به الحاج في هذا المقام وما ينبغي أن يتجلى في سلوك الحجاج من خلع المظاهر الدنيوية والتحل بالأخلاق العالية والتسامي عن الشهوات وسفاسف الأمور وعن الخلاف والنزاع المقعين في المحضور ففي الحج وعبادة العمر تتجلى مقاصد الإسلام كلها في إخلاص التوجه إلى الله وحده وإظهار الوحدة والمساواة بين المسلمين والاندماج والتعايش بين شتى الأجناس والشعوب في كل المواقف والمشاعر في الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفة والمروة والوقوف بعرفات في أكمل مظاهر الخشوع والخضوع لرب العالمين واستشعار الوقوف بين يديه يوم الجزاء إضافة إلى ذلك ذكر صاحب الجلالة السادة الحجاج بأن يتذكر دوما أن أداء مناسكهم مع هذه الجموع الغفيرة يقتضي منهم التحلي بالصبر وضبط النفس وقوة التحمل وتجنب كل ما من شأنه المس بقدسية هذه الفريضة مصداقا لقول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزود فإن خير الزاد الثقوى والتقون يا أولي الألباب كما دع صاحب الجلالة أن يحرص الحجاج على القيام بهذا الرقن الرقين على الوجه المطلوب واغتنام أوقاته في الذكر والاستغفار ولسيما على صعيد عرفات يوم الحج الأكبر لنيل الجزاء الأوفى مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وأضاف صاحب الجلالة مخاطبا الحجاج الميامين فقال لقد أصدرنا تعليماتنا إلى وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية ليواصل جهوده المحمودة في توفير شروط الرعاية ومظاهر العناية بإقامتكم في الديار المقدسة للأداء الأمثل للمناسك بما يستلزم ذلك من تأطير متكامل دينيا وإداريا وصحيا ومواكبة كل الأشواط التي يمر بها الحجاج فعليكم أن تتعاونوا معهم في تحقيق هذه المطالب باحترام التعليمات والتنظيمات المتخدة في الحل والترحال وبالانضباط معهم في كل وقت وحين كما ندعوكم إلى احترام التدابير والتنظيمات التي اتخذتها سلطات المملكة العربية السعودية لتنظيم هذا الموسم العظيم بأمر سام من خادم الحرمين الشريفين أخينا الموقر الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله الذي لا يألو جهدا في خدمة ضيوف الرحمن جزاه الله خير الجزاء ومتعه بالصحة والعافية وطل العمر وأضاف صاحب الجلالة مخاطبا حجاج بيت الله الحرام ولا يفوتنا أن نذكركم معاشر الحجاج والحجات وأنتم بتلك الديار المقدسة وفي ملتقى عظيم يضم عامة المسلمين من شتى بقاع العالم أن تمثل بلدكم المغرب أفضل تمثيل وذلك بإعطاء الصورة المتلى عن تشبع الشعب المغربي بالتسامح والاعتدال والالتزام بالوحدة المذهبية والأخذ بالوسطية ونبدي التطرف كما ندعوكم لإبراز مدى حرصنا منذ أن قلدنا الله قيادة شعبنا الوفي على جعله نموذجا يحتذى به في تمثيل الإسلام السني الوسطي منهجنا في ذلك قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس ولن يتحقق هذا الإشهاد على الناس المطلوب من كافة المسلمين إلا بالوسطية ونبدي الغلو والتطرف فكونوا معاشر الحجاج سفراء لبلدكم في تجسيد هذه القيم المتلى والتشبت بهويتكم الثقافية والحضارية ووحدتكم الوطنية والمذهبية كما أضاف صاحب الجلالة مخاطبا الحجاج الميامين قائلاً إن في مقدمة ما تتطلع إليه أنفسكم وتهفو إليه أفئدتكم لهو زيارة الرودة النبوية الشريفة بالمدينة المنورة والمثول أمام قبر خير الأنام جدنا المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام وإنه لموقف مهيب يغمره الخشوع لدى كل قلب منيب والغاية منه السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكل توقير وإجلال ودعاء وابتهال فإذا دعوتم لأنفسكم ولدويكم في هذا المقام الشريف وفي غيره من المقامات وفي مقدمتها وقوفكم بعرفات الذي يستجاب فيه صادق الدعاء وخالص الرجاء فلا تنسوا الدعاء لملككم الساهر على أمنكم وحماية حوزتكم ووحدة وطنكم بما يشد أزرنا ويسدد خطانا على طريق تنمية المغرب وإسعاد شعبه والطراض تقدمه وأن يقر أعيننا بولي عهدنا صاحب السمو الملكي الأمير المولى الحسن وبسائر أفراد أسراتنا الملكية الشريفة وأن يشمل برحمته ورضوانه روحي جدنا ووالدنا المناعمين جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني جزاء وفاقا على ما حققاه للمغرب من حرية واستقلال ونغضة في كل مجال وفي الختام يضف صاحب الجلال قائلا نجدد لكم معاشر الحجاج والحاجات دعاءنا للموصول لكم بالحج المبرور والسعي المشكور والجزاء الموفور وتحقيق ما ترجونه لأنفسكم من أداء هذه الفاردة المباركة من خيري الدنيا وخير الآخرة والعودة إلى وطنكم سالمين غانمين إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلك كانت هي مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه إلى حجاج بيت الله الحرام لهذه السنة نذكر بمضامينها حتى تبقى هذه التعليمات والتوجيهات راصخة في الأذهان وحاضرة في الأنفس والقلوب حتى ننتفع بها ويكون الحج إن شاء الله تعالى على خير ما يرام حجا مبرور وسعيا مشكور وذنبا مغفور وتجارة لن تبور هذا اللقاء التواصلي مع حجاج بيت الله الحرام طرح عدد من السادة الحجاج والسيدات الحجات عدد من الأسئلة يرمون من خلالها التعرض عن الحكم الشرعي الصحيح المبني من الكتاب والسنة وكان من أبرزها أولا السؤال هل ينبغي أن حج كل سنة؟ وهل من حج سبق لو أن أحج هل له أن يحج مرة ثانية؟ الجواب على ذلك أن الحج هو واجب مرة واحدة في العمر لكن إذا تطوع المسلم وحج مرة أخرى أو مرات متعددة فهذا يكون بالنسبة إليه تطوعا منه له فيه الأجر والثواب الكثير وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة يرشدهم فقال أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال صحابي يا رسول الله أيجب الحج علينا كل عام مرة؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد الرجل سؤاله مرتين ثم نظر إليه النبي الكريم فقال لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فالحج هو واجب مرة واحدة في العمر لكن من أعاده مرات أخرى كان له تطوع له الأجر والثواب الجزيل سؤال آخر وهو متى يجب الحج على المرأة؟ وهل يلزمها محرم؟ ولو كانت الرفقة آمنة؟ الجواب على ذلك أن المرأة يجب عليها الحج إذا كانت قادرة على ذلك بامتلكها للنفقة وكذلك إذا وجدت محرما يحج معها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم فلابد أن يكون هناك محرم مع المرأة خصوصا إذا كانت لا تزال شابة والسلطات السعودية الآن وضعت السن 45 سنة لابد أن يكون للمرأة محرم إما زوجها وإما أبوها وإما ابنها فإذا تجاوزت هذا السن تكفي رفقة آمنة لأن تكون لك سعاء غير حائض وتكون كبيرة السن ولا يخشى عليها الفتنة ولكن إذا كانت لا تزال في ريعان الشباب أقل من 45 سنة فلابد من محرم وقد جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله إني اكتتمت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي انطلقت حاجة وحدها وليس معها محرم فقال صلى الله عليه وسلم اترك عنك الغزوة وانطلق وحج مع مرأتك فالنبي الكريم أهاب بهذا الرجل أن الغزوة رغم أنه جهاد تركها وقدم عليها الحج مع مرأته يرافقها لكي تكون رفقتها آمنة دل هذا على أن المرأة لا يجب عليه الحج إلا إذا كان معها ذو محرم يستطيع أن يحفظها في سفرها ويقوم عليها في شأنها سؤال آخر إذا توفي الإنسان وكان قيد حياته صحيحا سليما ولكنه لم يحج رغم أنه كان قادر فالهذا يأثم أم لا الجواب أن من كان قادرا على الحج ولم يحج فهو آثم لأن الله سبحانه وتعالى رغب في أن نتنافس في الخيرات وأن نبادر للمكرومات وكره الله تعالى انبعات الناس وطبطهم وقيل قعدوا مع القائلين هذا مكروه للغاية فإذا قدر أن الإنسان مات يجب على ورثته أن يقوم بالحج عنه أحد أبنائه أو بناته يسعى لكي يقيم عليه هذه الفريضة خصوصا إذا كان عنده المال وإذا تعذر ذلك ممكن أن نجد من نوكله على الحج عنه إذا كان الذي سوف نوكله يقوم بعمل تطوعي له الأجر والثواب الكبير فإذا قدر أنه يحتاج إلى المال نعطيه من مال التركة من قسمة التركة نأخذ من ماله على قدر الحج ثم نعطيه لمن يوكله عليه ويؤدي هذا الحج وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت المرأة قتل إن أمي لم تحج أفأحج عنها فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال فدين الله أو لا فمن متى وهو قادر على الحج ولم يحج فإنه يحج عنه من ماله أو نوكل غيره يحج عنه تطوعا وله الأجر والثواب بإذن الله سؤال آخر أن الإنسان إذا كان مريضا وأرد أن يحج ولكنه يخش على أنه يصاب بشدة المرض ويسئ طريح الفراش ويحبس ماذا عليه أن يفعل الجواب على ذلك أنه من حق المريض إذا شك في قدرته على الحج أن يشترط على الله ذلك أن صحابية اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم معرضها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني فللإنسان المريض إذا كان عنده مرض شديد ويخشى أنه لن يستكمل شروط الحج يهل لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج أو يقول لبيك اللهم حجة ويشترط على الله أن محله حيث حبس إذا أصابه مرض شديد وسلم طريح الفراش وبذلك يصح حجه بإذن الله تعالى سؤال أخر وهو حول عرفة يقول هذا السؤال لماذا سمي جبل عرفة بعرفة وأيضا ما فضل صيام يوم عرفة وهل الحج أن يصوم يوم عرفة الجواب على ذلك أيها الأحبة الكرام أن يوم عرفة سمي بذلك قيل لأن جبريل عليه السلام كان يعلم إبراهيم الخليل المناسك في تلك الأيام في عهد إبراهيم عليه السلام لأن الحج قديم قدم البشرية فلما كان جبريل يعلم إبراهيم الخليل أحكام مناسك الحج يقول له هل عرفت فيقول عرفت هل عرفت نعم عرفت فسمي عرفة وقيل بأن سمي الجبل عرفة لأنه لما هبط آدم وحواء من السماء من الجنة إلى الأرض تاه بعضهما عن بعض وبقي مدة طويلة يبحث آدم عن حواء وحواء تبحث عن آدم إلى أن وصل إلى هذا الجبل يسمى جبل الرحمة وهناك تعرف آدم على حواء وتعرفت حواء على آدم فسمي الجبل عرفة تعرف بعضهما على بعض لأنهما كان يقولني الدعاء المأثور ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وعرف هذا صعيد عظيم ومبارك ويومه وصيامه يكفر السنة التي قبله والتي تليه هذا فض عظيم من فضائل الأعمال قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده هذا حديث صحيح رواه مسلم فعلى كل مسلم أن يحرص على صيام هذا اليوم الكريم لأن فيه المغفرة وفيه الثواب وفيه الأجر والحاج هو يستثنى من الصيام كما يستثنى المسافر والمريض يستثنى من صيام يوم عرفة فيكفيه أن في عرفة يذكر ربه ويكتر من التضرع والخشوع إليه من العصر إلى غروب الشمس نسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم وافر الأجر والثواب في صيام وفي قيام يوم عرفة سؤال آخر في القرآن العظيم صورة بكاملها تسمى صورة الحج لماذا سميت بذلك وجه تسمية هذه الصورة بصورة الحج أن الله تعالى ذكر فيها كيف أمر إبراهيم الخليل عليه السلام بالدعوة إلى الحج في البيت الله الحرام وذكر ما شرع للناس يومئا من نسك تنويها بالحج وما فيه من فضائل ومنافع فهي صورة مباركة حالي بنا أن نقرأها ونفهم معانيها ونستوعب مقاصدها لأن تتسكلم عن هذا النسك العظيم وكيف شرعه الله تعالى والكثير من الأحكام والفضائل والمنافع المرتبطة بالحج كلها تم توضيحها وبيانها في صورة الحج فهي صورة مباركة معظمة جادير بالحج والحج أن يقرؤوها ويفهموها ويستوعبوها نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بذلك سؤال آخر يقول ما محضورات الإحرام الإحرام لما يلبس الإنسان ذلك الثوب الأبيض وكذلك المرأة لما أيضا تحرم ويتم الوضوء وصلاة ركعتين وأقول لبيك اللهم بحجة أو بعمرة أكون قد دخلت في الإحرام فهذا علي أن أنتبه لبعض المحضورات لا أقع فيها من بينها إزالة الشعر من جميع البدن بلا عذر وكذلك قصة الأضافر أو خلعها من اليدين أو الرجلين بلا عذر وكذلك تغطية الرجل رأسه بالعمامة أو الطاقية فلا بد أن يعري رأسه كذلك لا ينبغي للرجل أن يلبس المخيط عمدا والمخيط كالقميس والسراويل والقفازات المرأة أيضا لا ينبغي لها أن تلبس النقاب أو تلبس القفازين فهذا محضور في الإحرام كذلك يمنع استعمال الطيب لما نكون محرمين ليس هناك طيب ولا رائحة زكية ممكن أن نستعملها ففي الحج اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم كذلك لا ينبغي عقد قران أو عقد نكاح أو الإشارة بعقد نكاح أو قران فأنت في إحرام عليك أن تكون كلك قلبك وفكرك وعواطفك مع الله تعالى أيضا لا ينبغي قتل الصيد سواء كان بري كالضباء والأراني والحميد أو غيرها فلا بد وكذلك المؤذي وربما رخص فيه العلماء إذا كان حية أو كان عقربا أو غير ذلك فالإنسان ينتبه في الإحرام حتى لا يقع في بعض المحضورات فإذا وقع فيها فعليه أن يكفر وتكفرها إما إطعام ستة مساكين وإما دبح شات وإما الصيام ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم كرام في ختام حلقة هذا اليوم نرفع أكفة دراعة إلى الباري عز وجل أن يفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة اللهم يا رب تقبل منا العمل الصالح اللهم اجعل هذا الحج مبرورا والسعي مشكورا والذنب مغفورا والتجارة لن تبور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا اغفر لنا دنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبث أقذامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم اللهم يا رحمن يا رحيم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم اصلح لنا ديننا ووسع لنا فيما رزقتنا وبارك لنا يا ربنا في كل ما أعطيتنا اللهم آت أنفسنا تقوها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا رب العالمين لا تدع لنا في مقامنا هذا دنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هم إلا فرشته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ولا تجعلنا بمعصيتك مطرودين وردنا بقضائك وبارك لنا في قضرك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ألبسنا العافية حتى تهنئنا بالمعيشة واختم لنا بالمغفرة حتى لا تدرنا الدنوب اللهم واكفنا كل هول دون الجنة حتى تبلغنيها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم إن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عن الناس اللهم يا مقلب القلوب تبت قلوبنا على دينك اللهم يا مسرف القلوب سرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا أرحم الراحمين نعود بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا حنان يا منان إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا نسألك اللهم فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا أجمعين اللهم إن نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعود بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إن نسألك خير ما سألك به عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعود بك من شر ما استعادك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم احفظنا بالإسلام قائمين يا رب واحفظنا بالإسلام قاعدين يا رب واحفظنا بالإسلام راقيدين يا رب ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم احفظ هذا البلد احفظ بلدنا المغرب واجعله بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلد المسلمين اللهم كثر خيراتنا اللهم وسع أرزاقنا اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا اللهم زدنا خيرا ولا تنقصنا أبدا اللهم يا رب وشافنا وعافنا وداونا اللهم احفظ سلطاننا المحبوب أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس اللهم متعه بالصحة والعافية وتمام العافية اللهم أصلح به وعلى يديه اللهم أقر عينه بولي عهده المحبوب المولى الحسن اللهم أنبته نابة حسنة اللهم يا ربي يا كريم شد أزره بشقيقه الأمجد المولى الرشيد وبسائر أفراد أسرته الشريفة اللهم احفظ هذا البلد واحفظ جميع البلاد الإسلامية واعد أمتنا إلى سابق عزها وسالف مجدها يا من قلت وقولك الحق كنتم خير أمة أخرجت للناس اللهم اجعل أمتنا الإسلامية خير أمة أخرجت للناس ألف بين قلوب أبنائها وارفع رايتهم عالية وقوهم يا رب العالمين واجعلهم يدا واحدة وكلمة واحدة وقلبا واحدة اللهم واختم لنا بالحسنة اختم لنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين